اشتركوا في القناة سواء محليا عالميا وقبل كل جديد يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله في حالة النهاردة بالتحديد هتكون دسمة جدا 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 وعندنا فيها قضايا مهمة هنتكلم فيها ونتطرق لها بالتحديد قضية التحكيم المصري ومسألة الاحتواء ممكن البعض يقول لي الموضوع بقاله كم يوم وعد عليه كم يوم لكن أنا النهاردة بتكلم في تفاصيل وأمور مهمة قوي قوي تابعني فيها لأن حقول لحضرتكم الملخص المفيد في القصة دي وثقافة الاحتواء الموجودة منتشرة بالمناسبة في الملاعب المصرية من خلال حكامنا المصرين اللي يوم كل التأدير والاحترام طبعا لكننا نحن نتكلم في جانب فني بحث فبتالي حلقة غاية في الأهمية كمان مهمة قوي تواصل حضرتكم معنا كما هو المعتد بخصوص سؤال حلقة اليوم سؤال الحلقة خاص بمنتخبنا الوطني اللي تأهل رسميا للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة الكأس العالم 2022 في قطر بإذن الله ونقول لهم ألف مبروك لكن فيه كلام كتير جدا عن مباراة الأمس فهناخد رأيكم بخصوص أداء المنتخب إمبارح تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحناخد تفاول حضرتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما أنتم متعودين دايما البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين نشوف في ترند الأهلي الفريق يفوز على مناية سمنود السبعة واحد وكمان إصابة عمار حمدي في المباراة وحقول لحضرتكم تفاصيل الإصابة أما في الترند المحلي بعثة المنتخب تعود لبرج العرب وتبدأ الاستعداد للجابون بالتوفيق إن شاء الله طيب أبرز مباراة اليوم بالتحديد هتكلم معكم عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في عدد من المباراة اللي انتهت واللي لسه هتتلعب على مدار اليوم النهار ننتدي مباراة زنبيا مع موريتانيا زنبيا فازوا بنتيجة 4-0 نتيجة كبيرة المباراة الثانية أيضا كانت ما بين ملاوي والكاميرون والكاميرون خطفت صدارة المجموع بعد فوزة من نتيجة 4-0 من مين بقى من ساحل العجل اللي هتلاعها من موزنبيك زي ما أنتم وحضراتكم شايفين في آخر الجدول اللي قدامكم ده الساعة 9 بالليل من ضمن كمان المباراة المهمة غينيا الاستوائية مع تونس نجمنا نجم النادي الأهلي عالي معلول ونجم المنتخب تونس أكيد هيكون متواجد في هذه المباراة نتمنى له التوفيق وليبيريا هتلاع مع نيجيريا الساعة 6 الرأس الأخضر مع جمهورية أفريقيا الوسطى الساعة 6 واردو وسهل العجل ما قلت لكم مع موزنبيك الساعة 9 عندنا نجمنا نجم النادي الأهلي ميكي سوني أكيد هيكون متواجد في هذه المباراة ده فيما يتعلق بمباراة اليوم وأهمها وأبرز لكن الأهم بكتير قوي قوي بقى الكلام اللي هيكون معانا بعد الفاصل هروح لفاصل السريع ونرجع نتكلم في تفاصيل كتير أهلا بحضراتكم مرة تانية هتدي بالأهلي وأخر أخباره بالتحديد بعد مباراة ودية كانت مهمة قوي قوي للفريق الأول لكرة القدم في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون المجبلة في بطولة الدوري بالتحديد في الجولة الرابعة كان مهمة قوي أن الأهلي يلعب مباراة ودية كانت أمام ماناية سامنود أكيد حضرتكم كلكم تبعتوها من خلال شاشة قناة الأهلي واللي انتهت بفوق زنادي الأهلي بالنتيجة كبيرة 7-1 مش بنبص قوي للأهداف وعدادها في مباراة ودية بنبص لها في الرسمية بس لكن في المباراة الودية بيبقى فيه أهداف أخرى ومكسب أخرى بتحاول تحققها علشان يبقى معاك أكبر كم ممكن من اللاعبين الجاهزين لمختلف المباريات وخصوصا أننا عارفين أن الأهلي عنده بطولات عديدة هذا الموسم وزي كل الموسم فبالتالي أنت بتبع عايز أكبر كما ممكن من الجاهزين في تحسابها لأي ظروف على مدار الموسم فبالتالي مباراة اتمنى قبل ما اتكلم عن مباراة وتفاصيلها أنا من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي بالنسبة لي وهو دعم جمهور النادي الأهلي ليستر بيتسو موسماني زي ما حضرتكم شايفين كده على الشاشة والرجل ده محتاج دعم أنا بقوله لكم الراجل ده محتاج دعم ليه؟ لأن في حملات احنا مش من أصحاب نظرية المؤامرة مثلا احنا مش احنا بس احنا بنتكلم على حاجات حدا بنشوفها بعينينا وحضراتكم كجماهير بتشوفوها بعينيكم بتسمعها بودانكم في عز ما الراجل بيبقى كسبان خمسة مثلا الزمالك وكسبان مش عارف البنك والإسماعية دي وقبل كده في مبارات كتير وفي عز البطولات اللي بيحققها بتلاقي دايما هجوم على الموسماني غير مبرر آه فيه اختلافات فنية مفيش مشكلة بس الهجوم دايما بيكون بطريقة محبطة للراجل لو بيوصلوا الكلام ده محبطة للجهاز الفني الطريقة كمان أو الأسلوب اللي بيتكلموا بيه على الموسماني وفيه انتقاد لازع غير بناء حلو وما فيهوش تحليل موضوعي أو منطقي بيأثر بشكل أو بأخر على لعبي لنادي الأهل فمن هنا وجب الدعم الكامل لمستر بيتسو موسماني المدير الفني الكف للنادي الأهل أيوة الكف هتقول لي يا عم ده فيه تغيريات بيعملها غلط يا أخي ده احنا أصدا فيه مطشب بنبقى وحشين قوي فيها وكلام من ده هقول لك هي دي كرة القدم كل شيء وارد لو جبت جوارديولا لو جبت كلوب لو جبت أي حد من مدربين العالميين حيغلطوا عيبقى عندهم أخطاء وحتتقرر هي دي كرة القدم لكن أنا الناتج بالنسبة لي هو الأهم الناتج بالنسبة لي إيه بطولات بناخدها أو بنخسر واحدة أو اتنين ده طبيعي لأن أنت بش تلعب لوحدك بتكسب مطشات كتير أو بتخسر واحدة بتتعدل اتنين كلام من ده ده برضو طبيعي في الكور لكن الأساس إيه الأساس عندك مدير فني مميز وتاريخه بيتكلم عنه وألقابه سواء مع صان داونز أو مع النادي الأهلي بتتكلم عنه فبالتالي مدير فني بقيمة كبيرة واجب دعمه بشكل كامل من جمهور النادي الأهلي بالمناسبة دول بعض من جماهير النادي الأهلي لكن اللي أنا واصلت منه أنه فيه عدد كبير جدا من جماهير النادي في ظهر الرجل ده وبتدعمه وبتسنده فأنا حبيت أن أبتدي باللقطة دي عشان ده هدف مهمة قوي ومطلوب جدا أنك تدعم الجاز فني النادي الأهلي ومستر بيتسو مسماني المدير الفني للفريق فلا طب صراحة مهمة وجيدة جدا من جمهور النادي الأهلي اللي راح النهاردة للمسلماني في استاد مختار التش المباراة الوداية بقى احنا بنتكلم عن المباراة الوداية في بعض الأمور خلينا أقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي في هذه المبرمع بدايتها تحديدا كمصطفى شبير في حراسة المرمى قدامه ياسر إبراهيم الرامي ربيعة وكريم فؤاد محمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر ووليد سينمان وحسين الشحات أحرز الأهداف كل من كريم فؤاد جوكر من ضمن الجواكر الموجودة في الفرق زمان كنا بنقول إيه إن الجوكر اللي واحد في الكرة مصرية أحمد فتح لا الميزة دلوقتي في النادي الأهلي تحديدا بقى عنده دي الأهداف اللي حراكم شايفينها دلوقتي الأهلي بقى عنده أكتر من جوكر في الفرق أو في القائمة بتاعته يعني كريم فؤاد ده الرجل بيلعب بيمين وبيلعب شمال سواء ظهير أو ظهير يمين أو شمال وبيلعب وينج يمين أو شمال ولعب كويس جدا وبيتكمل كمان على الجن وأحرز الهدف الأول عندك كمان حمد فتح جوكر شوفنا مع المنتخب مبارح ممتاز وبيقدي في أدوار كتير مع النادي الأهلي أكرم توفيق جوكر من الجواكر فدي ميزة بقى عندك تعدد من اللعبة اللي تقدر تجيد في كذا مركز الجن التاني بقى بص الجن ده جن حلو أول جن حلو أول مهارة كبيرة جدا من أحمد عبدالقادر إيه يا ابني ده إيه الحرفانة دي إيه الكرة الجميلة اللي أنت بتقدمها لنا دي جن تحفة بصراحة هتقول لي طب ما هو بير برضو بيلعبوا منية سمنودة فرقة ضعيفة فرقة مع كامل الاحترام دي ومكمن ده هقول لك أحمد عبدالقادر مع سموح السنة الفاتت جاب كذا جن بشكل جمالي ممتاز بلاش السنة الفاتت يا سيدي أحمد عبدالقادر السنة دي في أول مباراة لعبها رسمية مع النادي الأهلي أحرز هدف مميز أمام الإسماعيلي في مهارة وفي ترئيس وتعديها حلوة وركنة للكرة بشكل مميز ومسته أنه هو بارد قدام الجون يعني بيبقى هادي كده وهو قدام المرمى فبالتالي بيقدر يطلع على الكرة من رجله بشكل مميز وبيقدر ينهي الهجم بشكل أميز فهدف بصراحة حلوة قوي من أحمد عبدالقادر أحد أحلى أهداف هذا اللقاء الهدف الثالث كان لحسام حسن طبعا نجم النادي الأهلي الجديد هدف مميز والهدف الرابع كان في الأول طبعا كان فريق من أيد سامنوت كان جاب الهدف الأول لهم بعد هدفين النادي الأهلي وهو ده الهدف يعني فريق طبعا يحترم وقدروا أنهم يحرزوا هدف في النادي الأهلي بعد كده حسام حسن تقدم بالهدف الثالث بعده طهر محمد طهر قدر أنه هو يحفظ هدف مميز جدا دي الأهداف اللحظاتكم شايفينها شايفينها قرى طولية ممتازة من رامي ربيعة احنا عندنا لسه تمانا رامي ربيعة بره يعني شوف تخيل قائمة النادي الأهلي المليء بفريق أساسي وفريق تاني أساسي بالبودلة يعني أنت عندك تقريباً ثلاث فرق ما شاء الله لك هو تلا بالله ربنا بس يحميهم جميعاً من الإصابات الهدف الثالث ده كان حسام حسن الرابع طهر محمد طهر الهدف الخامس كهرباء لما نزل أحرز هدف مميز أيضاً جداً وبعد كده حسام حسن جاب الهدف السادس وبعد كده حسين الشحات جاب الهدف السابع في هذا اللقاء فبالتالي مفيد جداً 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 إصابة عمار حمدي عايز أقول لحضراتكم تفاصيلها سريعاً قبل ما أخذ زميلي العزيز فاروق صلاح هي أصابة يعني ما فيهاش ألأ هو كادمة قوية جداً في الأصابة فإن شاء الله بسيطة ويرجع قريب جداً عادي للتدريبات الجماعية خلينا نروح سريعاً لزميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي واللي كان متواجد في استاذ مختار تيتش أثناء هذا اللقاء عشان نطمئ من خلاله بشكل أكبر على كل كواليس مباراة الأهلي الودية اليوم يا فاروق أهلاً بيك طبعاً كل التحية لك أمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة طبعاً كانت وديها بالنسبة لنادي الأهلي النهاردة يا فاروق قدر أن هو يستعد من خلالها المباراة مهمة أو في بطولة الدورة مع فريق عنيد زي فريق المقاولون العرب أريد أن أتكلم معك عن أبرز كواليس هذا اللقاء وأنت متواجد في التراكب تتفرج على المباراة والتباحة عن كوربيا يعني خليني يا أمير أقول لك على نقطة في غاية الأهمية أنت أثرتها في كلامك ودي نقطة يعني تقدر تقول لي مضموم مهم جداً لازم يتم التنويه لي وإبرازها خلال الفترة الحالية عملية أن وجود لعبين في النادي الأهلي بتلعب في أكتر من مركز ودي نقطة اللي مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها مع بعض اللعبين النهاردة بنشوف أحمد عبدالقادر وعمار حمدي في مركز 6 ومركز 8 ومستر بيتسو موسيماني أنت عارف يعني أنت تفضل المباراة وتعدد المباراة أو تلاحم المباراة أنت معرض أن تتلعب بأكتر من خطة أو طريقة في المباراة الوحدة بتحتاج نوعية اللعيب اللي يدي لك المرونة التكتكية أن أنت تقدر توظفه في أكتر من مكان في الملعب دي نقطة جداً اللي هو فيها فعلاً يا مير يعني أنا لبست جداً من كلامك هذا الأمر أنت قريب من الأحداث شايف الأمر مستر بيتسو موسيماني أيضاً اتكلم النهاردة محمد عبدالقادر على توظيفه في مركز 8 قاله في كتير من المباراة أنا ممكن أحتاجك في هذا المركز الحرية اللي بيديها لعيب تلنادي الأهلي وخلينا أقولك أنت تكلمت على كريم فؤاد وتكلمت على حمدي فاتح أيضاً نتكلم على حسين الشحات وتوظيفه في بعض الأماكن سواء كظهير أيمن أو كجناح أو أب كان بيلعب في مركز عشرة كلها أمور بتدي وعمار حمدي بالزبط أمير كلها أمور بتدي مرونا المستر بيتسو موسيماني وهو حريص على هذا الأمر يعني حتى في كلامه النهاردة مع اللعبين قال إن لعيب النادي الأهلي يلعب في أكتر من مركز النسبة طبعاً للمباراة يا بروفا قوية جداً لفريق النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني عاقب الفوز على فريق الزمالك بخمس أداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة واعتلاء النادي الأهلي صدرت الدوري المصري كان يعني اللعبين حاصل اللعبين على راحة لمدة خمس أيام استقنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين الخميس والجمعة كان في حالة من الانتصار حالة من الفرحة جداً عند بستر بيتسو موسيماني لكن نبع على اللعبين قال إحنا لسه في بداية مشوار حافز كبير جداً للعبين المباراة الدوري وضرورة استعادة لقب الدوري المصري وأيضاً الحفاظ على اللقب الإفريقي من النقاط المهمة يعني ضرحة دي اسمه بيني وبين بستر بيتسو موسيماني الأمر أمير برضو اللي انت في مستهل كلامك اتكلمت عليه وجود جمهور النادي الأهلي واللفطة الطيبة جداً اللي كانت من جمهور النادي الأهلي لمستر بيتسو موسيماني خليني أمير برضو عشان أقربك وأقرب جماهير النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي عاطفي قوي 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 جداً على الجماهير بتأثر جداً بالجمهور وهو بالنسبة له جمهوري النادي الاهلي أكبر داعم وأكبر ساند لمستر بيتسو موسماني هو جمهوري النادي الاهلي يعني أثناء مباراة الزمالك هتاف الجمهور اتكلم على هذا الأمر قال لي هتاف الجمهور ليه في مباراة الاهلي والزمالك كان أكبر دافع وقلت بيني وبالنفسي أنا لازم أروح الجماهير دي كلها مبسوطة وسعيدة وكان عندي الدافع أن أنا أقول للعبين لازم نجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة عشان خاطر الجمهوري اللي موجود في أرض الملعب طبعا هو شكر المجموعة اللي كانت موجودة النهاردة في أرض الملعب على اللافتة الطيبة لكن دايما يا أمير دا اللي بنقول عليه عهدنا دايما بجمهوري النادي الاهلي بخصوص المباراة طبعا تظهر أكثر من اللعب بمستوى أكثر من رائع سواء حسين الشحات سواء كاربا عبدالقادر واحد من اللعب أمير اللي لابس شخصية النادي الاهلي مستر بيتسو مسلمان اجتمع معاه بالمناسبة يعني بعد المباراة وتكلم وأشاد بمستوى وأشاد بالهدوء والشحصية اللي عنده واني يقدر يلعب في أكثر من مركز زي ما أنت برضو اتكلمت على أصابة عمار حمدي كان يصيب بكادنة في أصابة القدم اتطمننا من خلال الدكتور رحمد أبو عبلا اللي اتعامل مع الأمر سريعا في أرض الملعب لكن الأمر بسيط جدا وكادمة بسيطا إن شاء الله في أصابة القدم لكن الأمور هتبقى كويسة خلال الفترة القادمة بإذن الله عايز برضو أطمنك أن خلاص محمد محمود أيضا يعني كان اشتكم من بعض الإجهات في الفترة الأخيرة لكن النهاردة كان موجود أيضا محمود متولي خلاص بيعود كان شارك في التدريبات على مدار اليومين الماضيين أيضا صلاح محسن كان اللعب اللي يعني اشتكم من شرخ إجهادي لكن صلاح محسن انتهى بالنسبة له الأمر ونزل لأرض الملعب أيضا محمود وحيد يعني تقدر تقول يا أمير الحمد لله يعني الفترة الحالية لعبة النادي الأهلي بدون إصابات ودور كبير جدا بيقوم به الجهاز الطبي طبعا عقب المباراة مستر بيتسو موسماني اجتمع مع اللعبين وأشهد أمير طبعا سيناريو الاستعداد للمباراة المقاولون العرب الفريق هيستقني في تدريباته غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا من أجل الاستعداد لمباراة قوي جدا هي طبعا مباراة المقاولون العرب كويس إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة المقاولة علينا كل الكواليس وتتعلق بمباراة الأهلي الوديه اليوم أمام مانية سمنود وكمان برنامج النادي الأهلي في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون المقبلة في الدورة نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نتكلم لسه عندنا المنتخب وملفات أخرى هامة جدا يلا بينا المنتخب مباراة الحمد لله يعني متعادل وخد النقطة المرجوة في إطار السعي نحو التآهل للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية مؤهلة الكأس العالم 2022 في ألف ألف مليون مبروك لكل جماهير الكرة المصرية بعد هذا التعادل طبعا كنا نتمنى الفوز لكن ما كانش يعني فيه توفيق بالإضافة يعني البداية بتاعتنا كانت صعبة شوية في المباراة في اعتقادي الشخصي أن لعيبة أنجولا إدونا إحاء أن المباراة بالنسبة لهم ودية لما غيروا اللعيب بتاحهم كانوا بيكرموه في الديئة التامنة أو التاسعة من أحداث اللقاء فهبتنا شوية كده بلغة الكرة فما كناش بالشكل المطلوب خالص ودخلنا في المباراة متأخر لكن الميزة أن أنت بعد ما تتأخر بهدفين مع نهاية الشوط الأول بهدف في توقيت مهمة أولي محمد إذنيني تجيب جون وترجع كمان في الشوط التاني تجيب جون كمان عشان تتعادل إذنين فده إن ده اللي يدل على أن المنتخب عنده شخصي طبعا فيه تعليقات كتير على إداء المنتخب لكن أنا في الحقيقة يا جماعة ضد التعليق بشكل قوي على مدرب زي كيروش كنا بنشيد بيه في مباراة الليبيا يعني كل الإعلام المصري كلنا كل الناس تلعت أشادت بكيروش مش عشان مبروحشة نروح مقطعين في الراجل أو إحنا عندنا عيب خطير ينشيد أوي 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 يما نقطع أوي 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 ما عندناش وسط لاحظت مباراة ناس كتير قاعدت تقطع في كيروش وإن هو أخطأ ومش عارف المطش إيه والسمك لابن طمر حاجات كتير يعني اللي هو إيه حاسسون إحنا عندناش منتخب لأ عندنا منتخب عندنا جيل مميز من اللاعبين عندنا مدرب جيد يقدر يساعدنا الكاس العالم يقدر أي أن كان بقى تحت قابل مين إحنا خلاص كده تصنيف تاني يعني إحنا بقى المركز السادس على أفريقيا فبالتالي حتقابل يا إما السنغاليا إما الجزائر يا إما المغرب يا إما تونس يا إما ناجيريا فاللي عايز يساعد كاس العالم ما يخافش هيقابل مين ما يهموش هيقابل مين خالص ما نفكرش في الحتة دي لأن إحنا عندنا جيل كويس جدا نبراح محمد صلاح عمل مطش حلو بصراحة عمل أستيسة الهدفين لكن لسه فيه فرق في مستوى الفكر ما بين صلاح وزميله في المنتخد وأكبر دليل على أن أقول لحضراتكم ده أن في الشوط الأول بعد الهدفين صلاح خد الكورة أو ما خدش الكورة الكورة كان أعتقد مع فتوح العيد مميز بالمناسبة طبعا ناحية الشمال فصلاح خد اتنين معاه ورايح ناحية فتوح فعمال يشاور أعتقد لعبد الله صعيد أو حد ثاني اتحرك أنت كده أنا بفضلك المساح يا أخي خش خش تعال ما فيش لغاية لما استوعب خد وقت ففكر صلاح سابق أفكار لعبة المنتخد وده طبيعي بحكم الرتم اللي بيلعب به في إنجلترا المستوى اللي بيلعب فيه الدور الإنجليزي أقوى دوري في العالم فصلاح طبعا في حتة تانية خالص فبالتالي المجمل الأهم إنك حقاقت المراد ومش محتاج لموبرات الجابون هتحتاج لها في أمور أخرى تتعلق بتجربة بعض الوجوه الجديدة تتعلق بتجربة طرق من طرق اللعب المختلفة على حسب ما كيروش عايز يعمل إيه لكن إنت خاصة أهلت المرحلة النهائية وحتحط برنامجك في إطار استعداد لهذه المرحلة الهم اللي من خلالها إن شاء الله بإذن الله نوصل لكاس العالم بإذن الله تعالى لكن تعالوا كده نحط افتراضات واش معنى إحنا ما نحطش يعني افتراضات اش معنى هتلاقي إعلامي أنجولي إعلامي في أنجولا زمانه طلع بالوقت بقى بعد المطر أو هيطلع النهاردة أو طلع الصبح أو هيطلع بالليل هيقولك إيه هيقولك إحنا كسبنا الشوت الأول اثنين واحد وإحنا إحنا هو بنقول لكم إحنا كسبنا الشوت الثاني واحد سفر ولولا إن جون أكرم توفيق ده ولولا إن القورة خبطت في مدافع أنجولا ما كانتش هتبقى جون لو كانت خبطت ما كانتش هتبقى جون فخلينا نفترض للإفتراضات ديش معنى إحنا فطبعا هناك في أنجولا الكلام حيبقى بنفس الصيغة على غرار بعض الإعلاميين اللي للأسف لعبه كورة للأسف الشديد لعبه كورة وبتكلموا بالصيغة دي وبتكلموا بالطريقة دي كلام ملوش علاقة بكرة القدم لو 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 فإحنا كسبنا الشوط الثاني واحد سفر مبروك إن إحنا كسبنا أنجولا واحد سفر في الشوط الثاني يعني ومبروك لأنجولا إن هم كسبوا منتخب مصر اتنين واحد في الشوط الأول فهي دي كورة القدم دلوقتي للأسف الشديد يعني ده فيما يتعلق بالمباراة والإفتراضات في جزء إيه بقى تاني هي تتعلق بحكم اللقاء الحكم اسمه إيه؟ اسمه جان جاك ندالا حكم كونغولي بصراحة عمل مباراة سيئة قوي يعني الراجل بالتحديد بعد الجنة التانية بتاع أكرم قبل الجنة على طول كان لها ضرب الجزاء ما حسبهاش بعد الجنة التانية فأولاد كتير جدا وقف المطش كتير جدا 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 من الواضح من الواضح إن هو الراجل تقريبا يعني والله أعلم تقريبا واخد كورسات في الاحتواء كورسات في الاحتواء التحكيمي إحنا زمان كنا بنشوف إيه؟ زمان في أفريقيا مع الحكام الأفريقى اللي هو يقول لك إيه؟ صاحب الملعب لازم يكسب ما ليش دعوه بقى يستحق إنه يكسب ما يستحقش ما ليش دعوه لكن على غرار التحكيم المصري واضح إن الحاكم الواضح كان واخد كورسات في الاحتواء التحكيمي وإحتوى لعبي أنجولا بشكل مميز قوي قوي قال لك حلو قوي يخرجوا متعدلين هم كده كده مش محتاجين للمكسب بس برضو مش لدرجة إن مصر تكسب ما بقولش إن المنتخب كان ممتاز بس المنتخب كان يقدر إنه هو يجيب الهدف التالت لو الأمور طبيعية والحكم جيد لكن بصراحة الحكم سيء جدا فده فيما يتعلق بحكم اللقاء وفيما يتعلق بجزئية الاحتواء اللي أعتقد ابتدينا نعدي بها الناس في أفريقيا ابتدينا كمصريين كحكام مصريين نعدي بها الحكام الأفريق بنشوف أمثلة زي مباراة الأمس للأسف لكن في الآخر مبروك لمنتخب مصر إن شاء الله نكون موفقين فيما هو قادم وبالتحديد عندنا لسه كاس العرب عندنا بطولة الأمور الأفريقية وعندنا بإذن الله المبرارة الفاصيلة اللي قرأة حتكون بالمناسبة أو مبراتين الفاصيلتين اللي قرأة حتكون في شهر 12 والمطشين حيكونوا في شهر مارس بإذن الله نكون موفقين ونتأهل أياً كان حنقابل مينة أقوى منتخب بصراحة هو جزايا بس برضو أي منتخب حتقابله المطشح يبقى صعب جدا لأن انت بتلعب على كاس عالم تلعب على أن تتأهل كاس عالم إن شاء الله نكونش في حكام من أصحاب الاحتواء وإن شاء الله بإذن الله نكون موفقين في المطشح ده فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نتكلم في ملف غاية في الأهمية ملف التحكيم المصر غاية في الأهمية لأن أنا هجيب إيه تصرحات للكابتل عصام عبد الفتاة مش هحرق لكم الفكرة الجاية نروح فاصل ونركع يلا بي بص بقى ركز معي واحدة واحدة كده في الكلام اللي أحرق لكم دلوقتي نركز مع بعض ونشوف التفاصيل دي لأنها تفاصيل غاية في الأهمية ولازم إن إحنا ننتطرق لها بدري بدري إحنا لعبنا كم جولة لحد دلوقتي في الدوري ثلاثة هما ثلاثة بس حلو الثلاثة إيه؟ فيهم أخطاء فيهم أخطاء ده يريدت فيهم أخطاء بس ده فيهم كمان احتواء اللي هو بمفروض أصلا ما يتمتعش بيه أي حكم انت ملكش دعوة بمين خسران كام ولا مين عنده مشكلة إيه ولا كلام من ده خالص انت ليك دعوة باللي بتشوفه في الملعب وأنا في الحقيقة القصة دي من ساعة أنا للأسف ما كانش عندي حلقة من ساعة تصرحات الكابتن محمد عادل بس أنا كنت أعمال مستني حلقة تاعت النهاردة بفرغ الصبر بصراحة فتعالوا نشوف كده الكابتن عصام فتاح اللي تولى رئاسة لجنة الحكام يوم كام؟ يوم واحد عشر الراجل لما جيه يتولى رئاسة لجنة الحكام وعد بتلت حاجات تلت حاجات مهمين جدا أول حاجة قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة أنا هشكل لجنة حكام جديدة تمام؟ أعلن عنها عشان إحنا في طريق التطوير للتحكيم المصري هل حد سمع عن أي إعلان للتشكيل الجديد لجنة الحكام؟ ها؟ حد سمع؟ لا خالص قعدت راجع كده قبل الحلقة شوف يمكن الراجل طلع تصرحات وانا مشواخ ببالي يا جماعة زمالي في الإعداد يا جماعة دوروا خلي بالكم شوفوا مفيش خالص هلو بالتالي إيه؟ مين هما أعضاء لجنة الحكام؟ وكلب ألك بقى معي في الأسماء؟ مين هما أعضاء لجنة الحكام دلوقتي؟ مع الكابتل عصاصة الفتاح؟ أول واحد الكابتل نرجيه أحمد مين هو الكابتل نرجيه أحمد؟ الكابتل نرجيه أحمد اللي هو قد رئيس لجنة الحكام في الموسم الكارثي الصابق الكاريسي تحكمية كان هو رئيس لجنة الحكام وبالمناسبة والشيء بالشيء يسكر وهي حاجة ما تعديش كده لا هي معلومة معلومة مؤكدة هو مين اللي بيعين الحكام لمطشاط الدوري هذا الموسم لا مش الكابتن عصر الفاتح لا لا انت غلطاء اللي بيعين الحكام هذا الموسم هو الكابتن وجيه أحمد لمطشاط الدوري الممتاز والممتاز به كمان اذا اين دور الكابتن عصر عبد الفاتح اللي واضح ان دوره بيتمثل في التصريحات في الوسائل الاعلامية والقنوات الاعلامية والدفاع المستميط عن الحكام وخلاص انا ليش دعوة الحكم ده غلط ما غلطش انا هدافع هو كده انا رئيس لجنة الحكام فده دوري مش دوري بقى ان اتدخل في تعيين مين ولا مين ما يتعينش ولا كلام من اللي بيعين هو الكابتن وجيه أحمد احد اعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصر وكان رئيس اللجنة الماضي في الموسم الكارثي تحكمية بيعونوا مين مين معهم تاني الكابتن عزب حجاج اللي هو ايضا كان في لجنة الموسم الماضي لجنة الحكام بتاعت الموسم الماضي مستمر في اللجنة اذا اين التغيير اذا اين التطوير يا كابتن عصام كامل الاحترام والتكدير لكل الشخصية من الاسماء اللي بقولها ده حاجة خارج الموضوع احنا بنتكلم فنيا دلوقتي ومنتكلم اداريا تمام فاين التطوير فين الناس فين الوجوه الجديدة زي ما انت وعدت زي ما انت قلت ان انا هاعلن عن لجنة جديدة عشان تساعد في التطوير طرق الوضح ان هو تقريبا يا اما كسل يا اما ما عندوش وقت ان هو يعلم يا اما ايه قال لك خلاص بقى خليه وخلاص ما حدش واخد باله لا الناس واخد باله الناس ايه واخد باله ادي تاني حاجة الكابتن عزب حجاج لسه ما دخلتش في بيات الوعود احنا كل ده منتكلم على الوعد الاولي الكابتن عزب حجاج اللي هو احد اعضاء لجنة الحكام في الاتحاد المصري للكورة القدم ابنه مين الكابتن حسام عزب حجاج مين الكابتن حسام عزب حجاج اللي هو مين اللي هو كان حكم الفار في انه مطش السنة اللي فاتت مطش الاهلي ودي دجلة الدور الاول واللي حتى ما ناداش الحكم عشان يجي يشوف الفار في الكورة بتاع الدكا افتكر لما مدافع دجلة مش مدافع كان حتى امير عادل الكسندر عادل امير عادل اللعب ودي دجلة في توقيت ده. شد بكم من ايده وقعه في منطقة الجزاء. وعملوا يا جماعة ضرب الجزاء. خلوا بالكم فيه ضرب الجزاء والله. طب فيه الفار روح الفار اجري. اجري الفار لسه. ممكن ترجع للفار. الكابتن حسام عزب حجاج ما ناداش حكم اللقاء عشان يجي يشوف الفار. طيب مين هو الكابتن حسام عزب حجاج? هو من قدار. من قدار المباراة الاولى لنادي الزمالك من الفار امام امبي. كان حكم الفار في مبارات الزمالك وامبي. اللي حصل فيها ايه? اللي حصل فيها. ان النادي الزمالك خد ضرب الجزاء غير مستحق على الاطلاق لأوباما. واللي كانت في الاصل فاول على بن شارقي. لو نفتكر المطش ده. كانت في الاصل فاول عن بن شارقي. دور الفار هنا ايه يا كابتن حسام عزب حجاج? دور الفار ايه? انك تروح مكلم الحاجم تقول له خلي بالك في شك. تعال ما عليش نلحق نفسنا كده عشان فيه كلام كتير علينا. وعشان نقدي شغلنا الطبيعي. سيبك من الكلام. نقدي شغلنا الطبيعي. تعال اشوف كده. الكرة دي بلن ولا مش بلن. ما كلفش خطره حتى يقول له تعال. ما كلفش خطره. لو هي تستحق. اقولكش ان هي ضرب الجزاء صحيحة. فما ترجعش. لا هي اصلا مش ضرب الجزاء. واصلا فاول على بن شارقي. مرجعتش ليه? الكابتن حسام عزب حجاج. هنقولك قلة خبرات. لو قلة خبرات يا جماعة خالص ما تعاينوهش حكم لسه في اول مشوارهم. طبيعي في اول مشوار ناس بتغلط وناس بتكل الناس كده. لكن لو قلة خبرات لا خلاص. والكابتن اتذكر كويس جدا. متصشح الكابتن حلمي طولان بعد المباراة. قالك ايه? اللي ملوش ظهر. ها? او لليه ظهر. ما يدربش على بطن. لو انا بقول يا جماعة المثل صح يعني. الكابتن حلمي طولان. فبالتالي هو ده كابتن حسام عزب حجاج. ابن الكابتن عزب حجاج. اللي لسه متواجد في لجنة الحكام. اللي هو كان موجود اصل في لجنة الحكام تاعت السافات. اللي كان يترأسها الكابتن واجيه. احمد اذا الامور زي ما هي. اذا التطوير مش موجود. اذا التقدم في مستوى الحكام مش هيبقى موجود. الا والناس دي شغلت صح. حلو حلو. رقم اثنين من ده من الوعود قالك ايه? قالك انا عامل خط التطوير لمدة اربع سنين جاية. وهطلع اعلن عنها. فين يا جماعة خطة التطوير اربع سنين وكلام من ده. دي حاجة كويسة قوي. طب ما اعلنتش ليه? هل هو اعلن? لا ما اعلنتش. لعد الوقت ما اعلنتش. طيب تعال نروح للوعد التالت. الوعد التالت قالك ايه? قالك اعلن عن قائمة الحكام الدوليين. هو ارسل قائمة الحكام الدوليين. لكن ما اعلنش عنها. ليه ما بيعلنش عنها? مش عارف. انا برضو مستغرب من الجزئية دي. فدي تلات وعود متحققوش من كابتن عصان فاتح. حلو. والتلاتة مهمين جدا. تلاتة مهمين جدا في اطار المفترض تطوير مستوى التحكيم المصري. طيب تعال لي بقى بنعنا عليه. ليه? مسألة الاحتواء المنتشرة في الملاعب المصرية. وواضح ان هي كانت موجودة زمان واحنا مش واخدين بالنا. موجودة من زمان واحنا بدليل ايه? الاخطاء الكاريسية اللي بتحصل على طول في التحكيم. لكن نظرية وفكرة الاحتواء هي واضح ان هي فكرة كانت موجودة عند حكامنا المصريين. والتعاطف كمان كان موجود. ان انت لو فريق كسبان سكور. خلاص مش مهم تديله ضرب الجزاء كمان. خلاص مش مهم خلي فريق تاني جيب كم جن مش هتفرق يا عم وكده كده كسبان. دي قصدي بقى هنا في الحتة دي ايه? هو لما الكابتن محمد عدل طلع يتكلم مع الاعلام الكبير الكابتن احمد شوبير في الازاعة. طلع يتكلم معاه. هو بيتكلم من نفسه كده كابتن محمد عدل. ما بيكلمونه وليه كابتن محمد احنا عايزينك في مداخل له حاضر? لا. بيرجع لكابتن عصامة فتاح رئيس لجنة الحكام يستأذنه. فالكابتن عصامة فتاح مش يستأذنه بس دخط عليه كمان عشان يعمل المداخل. حلوة قوي. حلوة قوي. وركز معي في الكلام ده ضروري جدا. وفي نفس الوقت لما عمل المداخلة كابتن محمد عادل وقال له هذه التصرحات الكارثية. الكابتن عصامة فتاح وقف الكابتن محمد عادل. طيب انت منين بتديله الاذن انه يتكلم ومنين يمتوا وقفوا. وانا بقول الحمد لله. وكويس جدا انه هو اداله الاذن ان يتكلم عشان نعرف كيف تدار الامور التحكمية بشكل حقيقي. عشان يبقى عادين كده يا جماعة واخدين بالنا. تمام? فدي جزئية من ضمن الجزئيات المهمة كده. طيب. الكابتن عصامة فتاح بيطلع كل بعد كل المباراة بيعمل ايه? بيطلع ايا كان الحكم غلط مغلطش لا. حكا ما عمله مبراج بير حاجة ويعد يدفع خلاص. هو من المفترض ان اي اتحاد اهلي بيكون عنده على الموقع بتاعه كده. بيحصل في بعض الاتحادات بتعمل كده. يقول لك ايه? احنا بعد كل جولة جماعة نجيب الحكام اللي فيها جدل. ونجيب الحالات التحكمية اللي فيها جدل. ونحللها ونقول او مش نحللها نقول يا جماعة هنا كان في كذا وهنا كان في كذا. لكن دكابت عصامة فتاح بيطلع فضيات. يقول لك لا زي فل. يوم ما انتقد قال لك اصلي خطأ خمسين خمسين. خمسين خمسين ايه? هو في حاجة اسمها خمسين خمسين في التحكم. ازاي يعني? ازاي يعني? انا حقول له حضراتكم الحقيقة. الكابت عصامة فتاح غير متفرغ اصلا. لايه? للجنة الحكام. لرقاسة لجنة الحكام. بدليل ايه? حضراتكم دلوقتي لو متابعين في بطولة ودية بتتلاعب في تونس للشباب. منتخبنا الوطني المصري للشباب هناك في تونس بيلعب. البطولة بتدت يوم تمانية هتخلص تقريبا يوم سبعتاشر من الشهر الجاري. مين رئيس باحثة المنتخب في البطولة دي? مين? هتستغرب جد. مين? الكابتن عصامة فتاح. هتقول لي ازاي هو عضو مجلس ادارة? لا هو مش عضو مجلس ادارة. مش عضو مجلس ادارة في اتحاد المصري الكورت القد. او في رئيس لجنة الحكام. هو في رئيس لجنة بيطلع. يبقى رئيس بعثة حاجة غريبة. هل مش من الاولى انك بدل ما تطلع في رئاسة البعثة دي انك كنت تعتذر وتشوف اخطاء حكامك وتعالجها وتقعد مع الحكام بطوعك وتقولهم يا جماعة تجيب لهم الحالات كده. واحدة واحدة هنا يا جماعة كان مفروض كذا. مش ده كان الاولى. مش دي هي دي مسئولياتك انها تتعمل. ليه ما عملتش كده? معرفش. فدي حاجات من دبن الحاجات الغريبة جدا جدا. واللي الواحد بصراحة مستفز منها وهي مسألة الاحتواء ومسألة عدم تطور التحكيم المصري. والوعود التي لن ولن تنفذ في وجهة نظري. اتمنى ان هي تتنفذ. فكان لازم اتكلم معكم بشكل واضح وصريح في كل هذه الامور. وفي كل هذه التفاصيل. ده فيما يتعلق بالتحكيم في كل الاحال. بتمنى لهم والله كل التوفيق. واتمنى ان الدنيا تتطور للشكل او الجانب الايجابي بشكل افضل في مصرحة الكرة المصرحة في كل الاندية. مش في مصلحة نادي. ده ملف الحكام. هنروح لفاصل سريع. بعدين نرجع ناخد فقرة جديدة من حلقة التريند المقارب. استنونا. سؤال الحلقة النهاردة كان ايه رعيكم في اداء المنتخب في مباراة انجولا بالامس. فاخد رأي حضراتكم من خلال تفاعلكم معنا. ونبتدي بمحمد شهين الازاري. واللي قال شوت اول المنتخب ليس جيد. الشوت الثاني الاداء اتحسن. وعملنا هجمات وجمل كتير. وكنا قربين من الفوز بالمباراة. خلينا كمان ناخد رضا صلاح. واللي قال شوت اول المنتخب ليس جيد برضو. الشوت الثاني الاداء اتحسن شوية. المهمة يا جماعة المجمل احنا عندنا ايه? عندنا منتخب جيد والله بجد. ابا وما يوصلهاش بسهولة نص ملعبنا. والتركيز من قلبي الدفاع. خلينا ناخد اخر تعليق او اتنين من حسن عبد الكريم. واللي قال اداء كويس. وخصوصا الهجوم كويس. وعبد الرحمن مصطفى تريكي قال مافيش تطوير في الاداء. دي كانت تعليقات حضرتكم بخصوص الحلقة. ورأيكم في اداء المنتخب بالامس. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد. وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. الى اللقاء.